السلام عليكم معاكم ممدوح اليوم بدلنا اللهم نشرح لكم درستو 0.5 واللي تكلمني عن الكنتينووتي فبسم الله خل نبدأ اولا وش هي الكنتينووتي وش معنى هذه الكلمة تمام تخيلوا عندي هذا الاكسس تمام وتخيلوا عندي رسمة فلانية مثلا زي وش نلاحظ بهذه الرسمة نلاحظ ان كل النقاط متصلة بعض تمام اذا جتنا هذه الحالة ان كل النقاط متصلة بعض نقدر نقول عليه هذه الدالة ثم نسمي الأحمر نقدر نقول عن انها دالة متصلة تمام هذا اشياء كان مفروض ناخذها بالثانوي بس كورونا مديروش ما خلت نذاكي هذه الاشياء فالمهم اذا كانت كل النقاط متصلة بعض زين يعني لما جيت ارسمها ماحتاج ترفع القرم كلنا متصلة بعض زين نقول ان هذا الشي انها دالة كنتينيوس في أمثلة ثانية ممكن تجيلي دالة زي كذا بس شنو صير فيها يجي شكلها كذا اضطريت ارفع القرم زين الدالة ممكن نقاطها متصلة في فيه آسنت هنا زين في فيه فراغ زين طبعا هذا النوع اسمه غير متصل لانه واضح ما هو متصل اضطريت اني ارفع القرم عشان اقدر اكمل الرسمة زين قرمي ما بقى موجود فلما تكون بهذه الحالة هنا نسميها ديسكنتينيوس ديسكنتينيوس ما نعتها غير متصلة وهذا النوع طبعا هذا النوع اللي هو اللي قمز لها سامي كثيرة تمام فيه اللي يسميه آسمتو ديسكنتينيوس فيه اللي يسميه انفنت ديسكنتينيوس بس ما يهمنا نحن نعرف ان نبيه نعرف هي متصلة ولا غير متصلة تمام عرف لانه غير متصلة فيه نوع ثاني اللي يجيك زي كذا تمام الرسمة والتصلة في كل الأماكن إلا هذه النقطة هذه بس ما هي متصلة فيها تمام؟ هذه يمكننا نسميها بعد whole discontinuity تمام؟ فحنا الآن وش فهمنا؟ فهمنا أن الكونتينويتي معنات أن كل النقاط من نقطة معينة لنقطة معينة تكون متصلة تمام؟ زي ما نشوف هنا كل النقاط متصلة هنا ممكن أن النقاط متصلة فهذا نقدر نقول أنها discontinuity هذا نقدر نقول أنها discontinuity هذا نقول أنها discontinuity أو هذه الدالة تمام؟ خلان نتعمق بالدرس وعشان ما ننسخر نغطي بآخر شكل مشهور للتسكنتينويتي عندنا طبعا نقلنا هذه اللي سمناها آسمتو دسكنتينويتي إنفنيت دسكنتينويتي لها مسامي كثيرة لقلنا إنفنيت لأنها ماشي للإنفنيتي من فوق ونازل للإنفنيتي تحت تمام؟ ونحن أسامي كثيرة هذه الهول دسكنتينويتي في دسكنتينويتي باع ثانية اللي يجيك شكلها زي كده مثلا هذه شنو نسميها هذه نسميها جمب دسكنتينويتي تمام؟ لنجاة هنا بدين نقص تحت وكمل طريقة زين؟ فما هي متصلة زين؟ صار شيء غلط صار شيء كأيرول زين؟ مشت بدين نقصت كمل الطريقة فهذه نسميها جمب دسكنتينويتي ما عليكم أنتم المسميات بس أنا بوريكم مشكال للغرافز أساس تكون في بالكم زين؟ ممكن نحتاجها بعدين الله أعلم تمام؟ وبيكم تعرفون شيء عن الهول دسكنتينويتي اللي هي هذي هذي دسكنتينويتي يبدين نقول أنها تمام؟ هذي نات ريموفيبل ما راح أكتب بس أكتب نار وهذي نات ريموفيبل تمام؟ وراح أقول لكم مشمعنا ريموفيبل إذا دخلنا في المعادلات تمام؟ تمام أحطوا بعض كثير معادلة F of X ثلاثة مثلا على X زاد أربعة أبيكم تضعون في بالكم شيء حاولوا تعرفون شكل الرسمات أو يعني خلوا في بالكم شكل الرسمات إذا تتذكرون أو حافظين بشكل بسيط طبعا هذه الدالة والشي هذه Rational Function تمام؟ المفروض نعرف هذا الشي وإذا عرفنا رسمة Rational Function نعرف إنه ما في أمل معصي مستحيل تصير Continuous لأن Rational Function العادية اللي واحد على X يجي شكلها زي كذا تمام؟ هذه مستحيل تكون Continuous ما في أمل زين؟ بس اللي بعرف هنا طيب هي متى ما هي Continuous وين النقطة اللي هي Discontinuous هذه الدالة كيف عارف؟ أبي عارف معني عارف متى تصير Discontinuous لما نروح ناخذ اللي تحت هذا ونسويه بالصفر راح تكون هذيك هي النقطة اللي هي Discontinuous فيها النقطة اللي ما هي معرفة النقطة اللي الرسمة ما هي مرة فيها لأن زي ما قلنا تخير الواحد على X هنا رسمتها كذا تقريبا يعني ما هو دقيق فهي ما هي Continuous لما X تكون صفر هنا ما عليك من الرسمة زي ما قلت فبهذه المنطقة ما في رسمة مرة فضاء زين فهي Discontinuous في هذه المنطقة فأبي أعرف المنطقة حكت هذه وين Discontinuous بقى الاختصار بقول تعال سلام كلا تاخذ الديناوميناتور تقول X زائد 4 لا تساوي صفر تمام فتقول X لا تساوي سالب 4 باختصار تنكر هذا هناك لا تساوي سالب 4 فلما X سالب 4 هي Discontinuous فلما نجي نرسم الرسمة بشكل بسيط مرة نروح 1 2 3 4 سالب 4 الآن سنتو بيكون هنا تمام فشكل الرسمة سنقول بشكل تقريبي ممكن يكون كذا تمام ما هي معرفة عن سالب 4 ما هي متصلة الدرس ترى مرة تافح مرة بسيط 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 بمشي معاكم حبة حبة لا تعقدون الموضوع ممكن فيها أشياء كثيرة قديمة بس ما عليكم نمشي حبة حبة طيب تخيلوا عندنا هذه الدالة تضيح سنكون 2x ناقص 8 على x 5x زاعد 4 تمام أول شيء نبي نعرف هي discontinuous زي ما قلنا أنها راشر فمية بالمية بتكون discontinuous discontinuous فنبي نعرف هي وين discontinuous واختصار فكترها زيين خنفكتر نفكتر عددين مضروبهم سالب ثمانية ومجموحهم موجب اثنين اللي هم سالب أربعة لا X ناقص أربعة وأفون X موجب أربعة وX سالب اثنين تمام هذول إذا ضربناهم أعطونا سالب ثمانية إذا جمعناهم أعطونا موجب اثنين هذين مضروبهم موجب أربعة ومجموحهم خمسة اللي هم X زاد أربعة X زاد واحد تمام أبيكم تلاحظون مية شي بس لحظوا مية شي واحد هل يبديني أسوي cancel بهالمعادلة يبديني أقنسل الجوز إيه اللي هو هذا الجوز صح يبديني أقنسله زي كذا تذكروني ما قلت لكم بالبداية في شي اسمه الريموفوبل هذا هو باختصار إنه يمديك تسوي فاكتراك لا يمديك تطييرها طلعها بره زيين يبديني أقنسلها إذا قدرنا نقنسلها فنقدر نقول إنه فيها ريموفوبل زيين حتى لو إنه حنا نعرف إنه شكل ريموفوبل كان جاي زي كذا تمام لي كذا بعدين فيه هول بعدين كذا صح هذا شكل ريموفوبل اللي شفنا وهذي حقا راشنو الفونكشن فكيف كنا بنقول شكل بيطلع لنا زي كذا لكن المقصد إنه ممكن مثلا في نقطة زي هنا مثلا خنقول زيين بيكون فيه هول فأحساس كنا نقول إنه ريموفوبل لإنه فيه نقطة فيه نقطة موجودة فيها هول اللي مثلا عند سالب أربع تمام بس هنرجع هذا خلنا نرجع لمعادلتنا لأن طرنا شويتين بس هساس كنت جبت المعادلة لدي هساس أوضح فكرة الريموفوبل زيين فأنا بنعرف عند أي نقاط بالضبط هي ديس كنتينيوز كل اختصار ما رح تكون كنتينيوز لما الأكس زاعد واحد لا تساوي الصفر اللي في معناة لما تكون أكس لا تساوي السالب واحد هي ديس كنتينيوز هذه معنا نسويناها فاكتر آوت برضو نجيبها لأنه رح تكون عندي فايت تمام فأكس زاعد أربع لازم إنه ما تساوي الصفر بمعنى آخر إنه لازم أتساوي السالب أربعة مثلا لو رحت البرنامج موقع Math Graphic زي موقع ديسموس مثلا حطيت المعادلة وبدين قم تمشي بأخط روح انت سالب أربعة بتلاحظ أنها أنت صدق معنى سوناها فاكتر آوت لأنه فيه هون زيين سالب أربعة فيه فتحة فتحة لي تمام اللي ما هي معرفة الرسمية ما هي معرفة فيها فأنتم بس لا تبلوشون راسكم فيها بس هذه أشياء بيكم تفهمونها على أساس نبني أساس جيد جدا للمعادلات الأصعب والدروس القادمة بغن الله فهذا باختصار إذا جتنا معادلة زي الراشنل وقال لنا وين هي وين ديسكنتينيويس تمام عندنا هنا بيس وايز فانكشن تمام ويبين أن نعرف النقاط الدسكنتينيويتي فيها أولا إذا كانت جتنا لينيار فانكشن كوادراتيك فانكشن كيوبك فانكشن باختصار بولينمي وكثيرات حدود لازم تعرفون أن ترى هم دوم كنتينيويس دوم نقاطها متصلة ببعض فمتى يكونون دسكنتينيويس لما تكون رسمتهم زي كذا مثلا تمام فيها هول فيه نقطة مختفية ففي البولينميالز هذه كي كذا تصير دسكنتينيويتي تمام لما يكون فيها هول فدامنا عرفنا هذا الشي تمام فيه طريقة سريع الحل المعادلات هذه وطريقة خطوات الطريقة السريعة استخدموها إذا كانت أسئلة خيارات وطريقة الخطوات إذا كان مقالي لن أدري إذا الطريقة السريعة مسموحة كمقالي أو وين يطنقوا عليها درجات تمام بس إذا جاءت خيارات استخدموا الطريقة السريعة لأن ترفون أوقات اختبراتها جدا طويلة تمام فحنا عرفنا من الرسمة اللي توف إن البولينوميالز تكون ما هي معرفة عند نقطة معينة صحيح؟ فمناعتها عند نقطة معينة مو عند رقام كثيرة فخنشوف لما الـ X تساوي واحد زين الـ X تساوي واحد أو ممكن تكون واحد وين فهذه المناطق ما عليكم إنه ما في تساوي بنجرب المعادلة فقط تمام فراح نجرب المعادلتين هذي ونشوف إذا هي دسكنتينويتي ولا لا وكيف الطريقة السريعة بكل اختصار أني رح أخذ المعادلة هذه وسويها بالمعادلة هذه تمام رح نقول نأخذ اللون 5X زائد 3 تساوي X تربية زائد 4 زين ونعوض الـ X بالواحد لأنه نقلنا لما الـ X تساوي واحد خنشوف إذا هي كنتينويتي ولا لا إذا الـ X تساويت واحد لسني بنجرب تمام خنشوف إذا تساو كنتينويتي ما تساو دسكنتينويتي 5 زائد ثلاثة ثمانية 1 زائد 4 5 هل هذون متساوين لا إذا هذه دسكنتينويتي إذا لما الـ X تساوي واحد المعادلة عندنا أو الفنكشن هذه تكون دسكنتينويتي دسكنتينويوس تمام ما رح أكتب الكلمة كامل بس وكتب دس خلاص زين فلما الـ X تساوي واحد المعادلة دسكنتينويوس طيب خنشوف لما الـ X تساوي اثنين زين فرح نجرب المعادلتين هذه تمام فنجيب X تربيع زاعد أربعة نساويها بالـ X تكعيب ونشوف نعوض ثنين تربيع اللي هي الأربعة X تكعيب اللي هي رح تكون ثنين وثلاثة اللي هي الثمانية ثمانية تساوي ثمانية متساويات continuity فالـ X غير متصلة عند الواحد ومتصلة عند الاثنين تمام عرفنا نقاط عدم الاتصال عرفنا وين موجودة هذه طريقة مرة سريعة كي حللناها بسرعة زين وش طريقة الخطوات يم مدوح تمام وش هي طريقة الخطوات هي اسمها ثري ستيب continuity تست تمام واللي هي أول خطوة أنه نتحقق أن F of A is defined تمام الخطوة الثانية نتحقق أن المت as X approaches A exists بما معنى متى يكون المت exist لما المت لما X تقترب لأي من اليسار يساوي المت X تقترب إلى A من اليمين متساوين إذا ذلك تساوي منات أن المت exist خذنا هذا الشيء الخطوة الثالثة أن نتحقق أن المت as X approaches A تمام للدالة F of X ستكتبع هنا يساوي F of A عساس كذا قلت أن في طريقة سريعة للخيارات هذه الطريقة خطواتها تطول تمام ومو معنات رح تسويتي لخطوة وحدة خلاص تسحل الخطوات الباقية لا لازم تسوي كل الخطوات تمام لأن ممكن تضبط معاك تضبط معاك ما تضبط معاك ممكن تضبط معاك ما تضبط معاك تضبط معاك تمام خلاص نطبق ل ثري ستيب تست أول خطوة A خلاص تحقق من الواحد زين فلما A تساوي الواحد زين نحن نحن تحقق إذا F F 1 معرفة زين F 1 متى F 1 لما تكون هنا لأن هنا تساوي الواحد زين فنحن نحن تحقق إذا هي معرفة فواحد تربية زاعت 4 كم تساوي لي 5 حلوين عندنا رقم يلا خلان نجيب الخطوة الثانية اللي نشوف اللمت من اليسار و اللمت من اليمين ف limit as X approaches 1 from the left تمام كيف نجيب X تقترب إلى 1 من اليسار متى هنا لأن نشوف هنا هي أقل من الواحد فلما تخير من اليسار تمام بس أساس التوضيح خلان نشوف إذا هي معرفة فراح تصير 5 1 زاعت 3 تساوي لكم 8 طيب خلان نشوف اللمت من اليمين لمت لما X تقترب إلى 1 من اليمين نحو المعادلة طبعا لما تقترب إلى 1 من اليمين اللي هي هذه المعادلة تمام لأن X موجودة هنا وتقترب إلى 1 من اليمين تمام 1 تربيع زاعت 4 كم تساوي لي 1 زاعت 4 اللي هو 5 من هذه الخطوة يمدينا نشوف إنها discontinuity ليه لأن الخطوة الأولى صارت صحيحة بس الخطوة الثانية المت لأن المت من اليمين ومن اليسار ما هو متساوين ف المت لما X تقترب إلى 1 لأن من اليسار ومن اليمين ما هم متساوين تمام فلما نروح المت لأن كتبت 5 ok does not exist فما يحتاج أن نروح الخطوة الثانية لأن خلاص عندنا X هنا فعشان كده دوم مو إذا شفت أول خطوة زين تتسرعون وتقولون يد شوف الخطوة الثانية شوف الخطوة الثالثة حلوين النقطة الأخيرة سأتكلم عنها بالدرس واللي هي الانترميديد ثيرة وش الانترميديد ثيرة طيب تخيل أعطعنا مثلا معادلة اللي هي مثلا FFX تساوي X تربيع ناقص X ناقص 12 تمام وقال لك مثلا من النقطة ثلاثة إلى خمسة وجد لي طبعا هذه الانترميديد إذا تذكرونها من X ثلاثة إلى X خمسة الشيخ ناقص بلبس تمام يقول لي شوف لي من النقطة ثلاثة إلى خمسة إذا فيه روتس لهذه المعادلة روتس مات أصفار المعادلة ما عليك بقول لكم كل شي بس تمهيدا تمام روتس تخيلوا أنه عندنا إغراف حلوين تخيلوا أنه شكل الإغراف زي كذا زين هو يبي يعرف من نقطة معينة إلى نقطة معينة زين زين ما قلنا هنا مثلا من نقطة هنقول أن X تساوي ثلاثة هي هنا تمام من نقطة ثلاثة إلى نقطة مثلا خمسة اللي هي هنا زين واللي هي أصلا هنا خمسة خنقول أن الواي تساوي هنا سعر بستة والواي تسعر هنا مثلا موجة باثناش مثلا مثلا كيكيس من عندي زين بس مثلا لما يبي روتس للمعادلة يبي أصفار المعادلة فنستخدم intermediate value theorem هنا ليه عساس كيف نتأكد أن من النقطة ثلاثة إلى النقطة خمسة أنها كنتينيوس جاءت الانترميد قالت طيب شوف لو عنده نقطة من ثلاثة إلى خمسة تمام وكانت الواي فاليو الأولى سالب ستة والواي فاليو الثانية موجة باثناش فمن سالب إلى موجة لازم يمر بالصفر صح أن الصفر هذه فمن سالب الموجة لازم تمر بالصفر فإذا أنت تمر بالصفر فهي كنتينيوس لأنك أنت موجيت 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 بدون ما فيه هول ما فيه أي خربوطة صارت فأنت موجيت من الرقم هذا إلى الرقم هذا بدون أي مقاطعات فيقول لك أنه يلا من هنا لهين لازم تكون كنتينيوس فأنت تثبت لياه أوكي معني شدر أخوتكم بس بتوضح إن شاء الله تمام فباختصار إذا قال لك show that there is a root for this function ما تيبي يعرف قيمة الصفر أول شي لازم نسويك بخطوة تمام لازم نتأكد إنه في قيمة y سالبة قيمة y موجبة إذا كان يبي صفر بس ركزه إذا كان يبي روتس تمام لأن مرات ممكن تكون صفر تمام اللي هي الروتس ممكن لو تطلب لك F of C يقول لك خليه تساوي 700 واربع ماذا لن هو دواء يخذك رقام قصيرة بس سأسوريكم مثال تمام فداما نطالب لي بصفر فلازم تكون عندي قيمة y صفر قيمة y سالبة وقيمة y موجبة أحساس نقدر نمر بس صفر يعني حط موجب موجب كيف مرنا بالصفر بالمعادلة وقيمة الثانية ونعوضها بالمعادلة ورح لعرف أعلى قيمة لل y أعلى قيمة لل y ف ثلاثة تربيع هي التسعة ناقص ثلاثة ناقص اثناش تسعة ناقص ثلاثة هي الستة ناقص اثناش بيضيني سالب ستة فعرفت أن قيمة ال y الولت هي سالب ستة تمام قيمة الثانية أو الأعلب فقط الانترفل هذا تمام هي ممكن discontinووس برا الانتربل ما يهمني قابل من النقطة هذه لهذه وقال لي من النقطة ذي هل يهي كنتنيووس لا يدخل باللي برا يعني بتجيك معادلات مثلا المعادلة فيها discontinووتي في نقطة بعيدة بس هو يقول لك من النقطة الفلانية للنقطة الفلانية هل هي كنتنيووس فهمت فأنت لا يهمك شكل الرسمة كلها مراتي بيسألك بس من نقطة معينة لنقطة معينة تمام وي 2 نجرب 5 تربيع هي 25 ناقص 5 ناقص 12 25 ناقص 5 هي إلى 20 20 ناقص 12 هي الثمانية تمام فحنا نتأكدنا أنه في قيمة سالبة قيمة موجبة كيف أوجد الروتس بكل اختصار مواداتهم هذه إذا X تربيع داخل ناخد الوان حسن X تربيع ناقص X ناقص 12 لازم تساوي الصفر كل اختصار لأننا قلنا FFC FFC اللي هي هذه تمام تساوي الصفر شفتوا الكلمة صعبة روتس ومدرش لون وعطي انتر والمدرش نحن نحلبها البساطة زين لازم تساوي الصفر ف خنبسط خنجيب الحل واش قيم الـ X هل يمدينا نسوي فاكترينج في هذا المعادلة يب يمدينا نسوي فاكترينج واش القيم المضروبها سالبة 12 ومنجموعة سالبة 1 اللي هي X سالبة 4 X موجب 3 تمام إذا ضربناهم عفوا ألا لا شزنا إذا ضربناهم بعض وضعونا سالبة 12 وإذا جمعناهم وضعونا سالبة 1 الفاكترينج إذا انت مضعاف فيه لازم تتدربون قد نزلت مقطع بحطه بالوصف 12 دقيقة كذا شرحت الفاكترينج كيف تسوونه تمام فقيمة X رح تكون 4 والقيمة الثانية سالبة 3 زين اللي إنها رح تساوي 0 طيب أي قيمة أختار أنا عندي قيمتين هو يبي قيمة وحدة للX لما تساوي 0 زين أي قيمة أأخذ من هذه بكل اختصار رح أأخذ القيمة اللي موجودة بين الانترفل هذا زين والقيمة اللي موجودة بين الانترفل هذا اللي هي الأربع الأربع هي بين هذول أما السالب 3 بره للانترفل يب تساوي 0 بره للانترفل بس ما أهتم هو أعطاني انترفل معين يبينا يتحقق منه ليه أحوس راسي بشيء بره فرح أأخذ هذا فقط فمن هذه المسألة أو من هذه الفكرة جاءت فكرة الانترميديا وتأكد أن ترمدهم رح يطلب لهم منكم روتس ممكن يعطيك رقم معين بكل اختصار منكم رح تسوون المعادلة بالرقم المعين اللي هم أعطيك مياه تمام ومرات بالرقم المعين ملازم تكون سالم ملازم تكون موجب موجب بس أنه لازم تساوي الرقم المعين اللي يعطاك مياه تمام وبعدها تتحقق أن الأجوة اللي طلعت لك هل هي موجودة بالانترفل ولا لا وبتأخذ اللي موجودة في الانترو فالدرس بسيط ما دخلنا بأشياء صعبة وإن شاء الله ما ندخل بأشياء صعبة وإن شاء الله كل شيء سهل تمام انتهينا من الدرس عادي تدريب لذا ما كان فيه تدريب كافي زي السنة الماضية لكن تعرفون ضيق الوقت وكيف الكلية قاعدة تجردنا فانتهينا من الدرس التدريب بين الله عليكم التوريال ولا الكتاب في حل واجهتكم أسئلة نزلت حل التوريال بالخطوات كملف بقناة الكالكليس راح تبقون قناة الكالكليس بالوصف في حل جيت وتدربت وصارت عندك مأسئلة ما فهمته ارسلوا بقروب الحاسب برضو بيكون بالوصف الحل بكون أنا موجود وناس جدا كثير بتساعدكم بشرح المعادلات تمام فخلونا يد وحدة هذه السنة بالكالكليس أي أسئلة تصير أنزلوا للقروب الحاسب تحت اسألوا جاوبوا عن بعض لأن لما تجاوبون عن بعض أنت بتساعدون نفسك لما تشرح الواحد الثاني بتفهم فأنا أتمنى أنكم تفهمون أني ما راح ممكن أن أنزل حي شرح توريالز ممكن ما نزل تدريبات إذا قدرت بحاول تمام لكن إذا ما قدرت أتمنى أنكم تفهمون تمام ادخلوا القنوات أو القروبات شاركوا مع الناس والله يوفقكم يا رب